موقف لا يحسد عليه لعل هذه أكثر عبارة تمثل حالة المدعو فهد شمري الآن بعد أن أجبرت الحملة الإعلامية الكبيرة التي شنها المغاربة ضده على الخروج والاعتدار إليهم بعد أن حاول في فيديوهات سابقة الإساءة لهم ولبلدهم ونشد المدعو الشمر المغاربة الذين وصفهم في الفيديو الجديد بالشرفاء والشريفات بتوقيف تلك الحملة زاعما أنها تسيء لهم أكثر مما تسيء له حتى لا يبدو في موقف الضعيف مؤكدا أنه لن يتدخل مرة أخرى في الشأن المغربي وتابع هذا الطارئ على الإعلام وضحا أنه لم يقصد المغرب في كلامه السابق المتعلق بانهيار السياحة في بلدان الطرابيش كونه لم يكن من البلدان التي استعمرها الأتراك معتدرا على إسقاطاته العفوية قبل أن يشير إلى أنه لا يحمل أي حقد على المجتمع المغربي أو الحكومة المغربية بل يكن لهم كل الاحترام والتقدير وأكد المدعو فهد شمري أن حلقته هذه ستكون الأخيرة في شهر رمضان مضيفا أنه قرر إغلاق خاصية التعليقات الخاصة به حتى لا تثار الفتن مرة أخرى في محاولة منه لتغطية الشمس بالغربال والهروب مما سيناله مما لن يقبل اعتداره ويقارع كلامه بالحجة يذكر أن المدعو فهد شمري المهووس بجمع المال والعاشق لجلسات الغلمان سبق وقال أن التحويلات المالية التي تصل المغرب من السعودية تبلغ سنويا قرابة 3 ملايير درهم مرجعا ذلك إلى الخرفان السعوديين الذين يربطون علاقات مع الفتيات المغربيات اللواتي وصفهن بالساحرات قبل أن يتهم المغرب بالاعتماد على السياحة الجنسية بسبب الفشل الصناعي والزراعي ما أتار موجة غضب واسع في صفوف المغاربة الذين طالبوا بتدخل الدبلوماسيا المغربية سريعا لوضع حد لأمثال هذه الخطابات العنصرية الحقيرة مشيرين إلى ضرورة التزام الحياد والمصداقية بدل الانتقام عن طريق هذه التصريحات السبيانية الوقحة بسبب موقف الرباط من الأزمة الخليجية واختيارها الحياد الداعي لحل الأزمة بالحوار وجاء هجوم شمري بعد أيام قليلة من شن الدباب الإلكتروني الإماراتي حملة منصقة على تويتر تهدف إلى تشويه جهود السلطات المغربية في مكافحة فيروس كورونا والتي اتهمت وزارة صحة المغربية بإعطاء أرقام كاذبة عن أعداد الوفيات والإصابات وذلك بعدما لم يستسيغوا كيف يرفض المغرب تدخل الإمارات في مسألة إجلاء السياح الإسرائيليين العالقين في المغرب دون استشارة الرباط يذكر أن قبيلة المدعو فهد شمري تبرأت منه سابقا مؤكدة أنه لا يمثلها ولا يمثل تاريخها ولا دينها ولا عروبتها اشتركوا في القناة